السؤال الثاني بيقول السلام عليكم يا فضلت الشيخ علي جوز ان تاجر يبيع شقة ب250 ألف ويدخل وسيط في النص والوسيط يبيعه ب300 ألف وفي الآخر يقسمه فرق السعر بالنص الوسيط والتاجر يعني ايه بيقول ياسيدي واحد قال له انت لو بعتهالي انا عايز ابيعه ب250 فدخل وسيط سمصار يعني قال له طيب بص انا عجيب اكتر من كده ولو جبت اكتر من كده الزيادة اللي عجيبها تبقى بيني وبينك هل ده جائز اه جائز لان السمصار ده عيشتغل شغلة زمان الشغلة بتاعت زمان اللي هي شغلة الدلال انه هيدل على السلعة ويكون هو المتوسط وهو اللي بيسر بيع السلعة دي طيب هو ايه اللي مخلي صديقنا اللي هو بيسأل السؤال ده متواغوش ان في بعض الناس بيحبوش فكرة السمصارة وارد في اقوال بعض التابعين ان هو كره ان هو يكون سمصار ما سواء في الحقيقة السمصار ده عمل مباح عمل مباح ليه لان في واحد بيدل المشتري على الباعة فبيوفق بينهم وهذا ليس فيه اشكال هذا عمل مباح ولم يرد الناهي عنه ولذلك هيبقى السمصارة دي جائزة ولا شيئة فيها طيب مسألة ان هم يقسموا الفلوس الزيادة بينهم هي اصلا السلعة سلعة الباعة فان هم يقسموا الفلوس بينهم ده جائز هو بيسأل ليه لان اللي هو بيتكلم عنه ده بيساوي خمس ثمن الوحدة فولما شافوا رقم كبير كده قال لا ده ممكن يبقى حرام عشان ده السمصارة هياخد من خمس ثمن الوحدة وبعدين هنقسموا فياخد عشر ثمن الوحدة من زي ما بياخدوا ساعات السماصرة اتنين ونص او اتنين في المية فإيه اللي حاصل لا هذه نوع من انواع السمصارة بتبقى اما ايجارة او اذا ما كانتش محددة لاجارة هتبقى نوع من انواع الجعالة الجائزة الجعالة الجائزة ولذلك هيبقى ايه البيع هنا والشراء هيكون حلال والفلوس المقسمة دي هتكون جائزة وليس فيها شبه السؤال بعد كده بيسأل بيقول ايه اكتر وقت الدعاء يبقى مستجاب فيه فيه اوقات في كل يوم بيبقى الدعاء مستجاب فيها الدعاء امتى نعرف ان هو مستجاب؟ اوقات كتيرة فيه اسباب بتخلي الدعاء مستجاب في اوقات ربنا حددها وفيه اوقات بتخلي الدعاء مستجاب لما تكون فيك انت صفات فالدعاء بيكون مستجاب مثلا في السلس الاخير من الليل كل ليلة لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في السلس الأخير من الليل ويسأل هل من داع فاستجيب له فهناك بقى كثرة نداءات من الله سبحانه وتعالى في السلس الأخير من الليل فسعاية الوقت ده بيبقى وقت مستجاب في الدعاء ولذلك يبقى إيه اللي حاصل يبقى الدعاء في بعض الأحيان بيبقى في عطية من الله في وقت معين يستجاب في الدعاء زي في يوم الجمعة كده ألا إن فيه إلى ساعة إذا وفق عبد يدعو استجيب له آه يبقى في ساعة في يوم الجمعة اسمها ساعة استجابة الدعاء ساعة يقوله ساعة صعود الإمام على المنبر وساعة يقوله ساعة وقت صلاة الجمعة وساعة يقوله الساعة الأخيرة من يوم الجمعة تحديدات كثيرة جدا 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 وكل ده تروي فيه يبقى إيه اللي حاصل يبقى فيه أوقات محددة بيستجاب فيها الدعاء أرجاها الأشياء اللي يكاد يكون مؤكدة في الأسبوع كله ساعة يوم الجمعة والثلث الأخير من الليل طيب وحاجات تانية ورد فيها كمان إن هي أوقات طيبة ووقات بركة اللي هي بين الأذان والإقامة ورد إن الأوقات دي تكون أوقات مستجابة وده وقت تاني في اليوم ويبقى كده وقت تالت كمان بيبقى فيه ورد فيه إن هو يبقى مستجاب الدعاء فيه يبقى عندنا الثلث الأخير ساعة الجمعة بين الأذان والإقامة كل دي أوقات بيستجاب فيها الدعاء أما في أشياء تتعلق بك أنت لما أنت تكون قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز أمن يجيبه المضطرة إذا دعاه فإذا كان قلبك منكسر هتكون من أهل استجابة الدعاء يا رب جعلنا دايما كلنا من أهل استجابة الدعاء وقبل دعائنا يا رب العالمين يا رب العالمين